ايوه بسم الله تمام ماشي يا هاجر هنبدأ مع بعض الامتحان بتاعنا هننتظر دقيقة لحد اما العدد يكمل نجوة عمر عمر وهاجر بطل وسلمة وستريم بنرحب بيكم ان شاء الله تتابعوني في عندنا 19 واحد دلوقتي تمام بتابعونا منورة منور باسم نجوة عمر وبناتها تمام محمد الحكيم عمر جعيدي ماشي عمر نبدأ مع بعض حبيبة عادل نبدأ المراجعة جاهزين مراجعة على الوحدة الاولى والتانية والتالتة ان شاء الله مراجعة تعجبكم هي طويلة شوية بس ياريت تصبروا معايا يعني يمكن نقعد مع بعض ساعة كده نحاول نراجع ويمكتر لكم في الاسئلة بس ياريت تشاركونا في الشات وياريت الناس اللي موجودة معنا قلوب حمرة كده علشان البث يزيد وعلشان العدد يزيد طيب احنا اول حاجة عندنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ بسؤال المحادثة حسن سعد اهلا وسهلا بك يا حسن ضوحة او اسراء محمد باسم ضوحة هنا فريدة فريدة ومريم بيتكلموا عن انواع النقل فريدة بتقول اي نوع من النقل بتحبيه طبعا هتقول انا بحب وتذكر نوع من انواع النقل اي لايك ايه ترينز بلينز ولا ترامز طبعا هتقول اي لايك ترامز صح ليه ياريت تجاوبوا معايا يا شباب لان بيقولي هنا اي لايك ترامز بتقول لها سؤال كده فالتلعي عليك ترامز because they are more fun يبقى اكيد اشكرك يا اشكرك يا يوليانا هاني تمام ياسمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته why do you like ترامز برافو عليك او عليكي ستريم انا معرفش باسم مين ستريم تمام هنقول why do you like ترامز في المضارع طبعا why لماذا do you like ترامز الواضح ان الناس اللي معانا بسم الله ما شاء الله يعني ايه مستوى التعليم بتاعهم مرتفع طبعا يعني متابعين الحمد لله معظمهم مستوهم مرتفع اللي يدور على العلم في اليوتيوب ما يدورش على الحاجات الهايفة اكيد ان شاء الله ربنا هيكرمه بإذن الله I like trams because they are more fun وبعدين في رقم ثلاثة بتسأل سؤال فهتقول لها trams are electric فبتقول لها trams are electric تمام محمد هشام معانا عمار ممتازي عمار تمام يا يوليانا ممكن نقول why بس بس بل فبها تقول لها how كيف تسير لترامز أو ممكن هل الترامز ضرب البيئة ممكن نقول الإجابة تانية how do trams run كيف تسير ممكن أقول إجابة تانية أقول آآ our trams our trams bad for the environment طبعا هو مفيش إجيس أو نو تحت بس أنا ممكن أقولها على أساس أنه هو بيقوله trams كهربائية لذلك so لذلك هيقوله أن هما هنكملها مع بعض ونقول إيه ده أيوة لذلك هما إيه مش ضرين بالبيئة يبقى so نجي نقول so لذلك نجيب الجملة they are better for the environment they لأنه يقوله أنت محق they are better أفضل for the environment لذلك هما أفضل لل environment أو البيئة طيب لأنه هنا بيقوله you are right أنت محق هما أفضل للبيئة some trams بعض the trams have two floors where do you like sitting بتحب تقعد فين بيقوله أنا بحب بعض أيوة في الجزء الفؤاني طبعا عارفين ليه لأن الإجابة تحت يبقى I like sitting at the top عشان تحت بيقوله I agree with you because sitting at the top is interesting يبقى I like sitting at the top تمام محادثة الأولى محادثة التانية أشرف and his friend عمر are talking about عمر's new mobile phone أشرف وصديقه عمر بيتكلمه عن الموبايل فون الجديد بتاع الأخ عمر أشرف yes I have نعم أنا اشتريت موبايل جديد السؤال ده سهل بيسأل السؤال فقال له it's four thousand pounds تمن وأربعة تلاف جنيه يبقى السؤال كان يا شباب جميل هيقول له كم السعر عايزين يا ربقاء جملة كم السعر أيوة how much is it نحفظ يا جماعة how much is it كم سعره بعدين بيسأل سؤال في الرقم ثلاثة فقال له not yet let's check it together يلا بينا هم محاد ستين اتنين بس يا شباب يلا بينا نرى ان انت فحصوا معا يبقى اكيد هل جربته هقول له هل جربته بس في المدارع التام عشان بيقول له not yet هل جربته يبقى أقولها ازاي have you في المدارع التام هبدأ جملتي به عشان ده مدارع تام عشان الاجابة فيها not yet ليس بعم have you tried it have you tried it هل جربته بيقول له لا let's check it together يلا نجربه مع بعض look it doesn't it char اشرف بيقول له انظر انه لا يشحن oh what shall I do ماذا يمكنني ان افعل تمام هنزل لكم ان شاء الله اسئلة لاوائل الطلبة باذن الله يعني ممكن ندخل على الفيديوهات بتاعتنا في نهاية كل فيديو في عندنا الكوز بتاعنا بيكون عبارة عن اسئلة لاوائل الطلبة للي محتاج ان هو سريعا يعني ان شاء الله هنحاول لنزل لكم اه اه امتحانات صعبة شوية او امتحانات للمتفوقين قريبا باذن الله تمام انا ببص في الاجابات how much is it صح سلمة سامي وستريم تمام برافو have you checked بقى خليها checked يا اوليانا في الماضي في التصريف التالت عشان what price is it تنفع برافو يا نجوة تمام تنفع طبعا يا نجوة طيب هنا بيقوله what shall I do أنا هعمل ايانا البطارية بتاعته مش شغالة يبقى you يجب عليك ان انت ايه you should ها نعمل complaint يبقى you should okay I will go back to the shop right now to change it يبقى لا مش هنعمل complaint لا هنرجع المحل ونغيره زي ما صاحبه بيقوله تحت you should ها go back ترجع تاني and change it وتغير and change it يبقى you should go back ممكن اقول go back to the shop زي ما هم مكتوب تحت you should go back to the shop bravo يا stream تمام تمام يوليانا انا سعيد جدا بتواجدك معانا عمار الجعيدي شهد تمام منورانا يا شهد تانية سنة احنا لسا عن مين امبارح او اول امبارح كان فيه فيديو مهم لمراجعة اكتوبر لتانية سنة ويا شهد طيب السؤال الاخير بيقوله شكرا لك شكرا على نصحتك ايو يا حد يقولنا سنقوله ايه بقى تمام هنرد عليه ونقوله not at all جميل you're welcome you're welcome تنفع برضو شكرا يبقى you're bravo عليكم you're welcome على الرح والسعة كده خلصنا المحاسدين بتوعنا ننتقل الى سؤال تاني وهو سؤال قطعة وعليها بعض الاسئلة كده القطعة بتاعتنا لو السؤال التاني في امتحان قطعة وفيها اربع فراغات جايب لي ست كلمات المفروض ام لا الاربع فراغات بالكلمات اللي موجودة تمام يلا هنقول لي يا شباب I live يلا نشوف number one هنحطها فين I live ايوة in سويس انا اعيش في سويس يبقى I live in سويس تمام طيب it's located تقع on the coast of the red sea سويس is a beautiful a with about 800 thousand people سويس هي تعتبر ايه تمام تعتبر a beautiful city يبقى number two هنقول a beautiful city مدينة جميلة تمام في يوليانا مجاوبة صح stream مجاوبة صح تمام it's نور جميل city طيب السؤال بعد كده with about فيها عدد سكان 800 thousand people in سويس you can space it's beautiful weather السويس تقدر ايه بالطقس الرائع بتاح ها stream ممتاز stream طب الاسم stream عايزين نتعرف على الاسم هنا هنقول ايه يا جماعة في رقم ايوه برافو يليانا enjoy هنا enjoy يستمتع لهي رقم ثلاثة هتبقى عند enjoy يستمتع تقدر تستمتع بالوذر بتاح طيب وهنا تقدر ان انت you can spend a wonderful time in الكورنيش near the center of the city with your space استمتع بالكورنيش مع مين بها مستمتع مع مين يا شباب اخر حاجة حبيبة عادل ممتازة stream family تمام with your family بس دي number four مش three ماشي يبقى number four هتبقى family جميل number four تستمتع بها مع عائلتك المحادثة التانية او القطعة التانية the decent life space is an exciting plan that's really making a difference to about thirty two million people who live in rural areas in Egypt يلا نفكر كده the decent life decent life ايه initiative bravo bravo نور تمام يبقى initiative number one اللي هي مبادرة حياة كريمة initiative معناها مبادرة طيب بننزل تحت الى رقم اتنين ات امز ات تهدف الى تحسين الببليك ايه ايوا الببليك ايه يلا number نشوفه نحطها فين ببليك ايه شباب انش يارف عمر برافو يا عمر هاجر ممتزين عمار عادي انش يارف برافو يا ستريم برافو يا نور تحسين الببليك خدمات العامة ببليك سيرفوس طيب رقم ثلاثة بيقول انه اكبر مشروع مصري in the 21st برافو نور سنشري تبقى رقم ثلاثة سنشري اكسلانت نور يبقى دي هتبقى رقم ثلاثة سنشري لها القرن طيب نور four the initiative will provide الانش المبادرة هتقدم provide هنا معناها هتقدم يا شباب space او تمد او تزود الايه او جايب لكلمة countryside with clean water electricity gas and communications يبقى اخر حاجة هتبقى يا شباب يلا نفكر كده the excellent stream the countryside ليه بقى دا ماشا يوليانا سنشري مضبوط نرمين العناني منتازة سنشري برافو سلمة تمام نرمين شاهد the منتازين برافو عليكم يبقى هنا number four هتبقى the علشان تبقى كلمة الريف الريف معناها the countryside عشان احنا بتزود الريف بالمياه النقية والكهرباء والغاز والاخ ندخل بقى على السؤال اللي بعد كده هنراجع شوية حلوين كده على سؤال الاختيار من متعدد سؤال الاختيار من متعدد سؤال الاول is a place where people can see trees and other interesting plants نقدر نشوف فيه الاشجار والother interesting plants والنباتات المشيقة الاخرى ها نفكر مع بعض كده تبقى ايه number one يلا شباب number one هتبقى ايه أيوة botanical garden حديقة النباتية botanical garden الحديقة النباتية خلاص دي number one طيب يلا نفكر كده في number two ممتاز يا ستريم عمر الصافي excellent عمر عامر ممتاز يا عامر يميل جار الثاني شهد botanical garden غادة تمام يا غادة أنا بنتي الصغيرة اسمها غادة برضو اسمي جميل غادة آآ ماشي تمام number two هي lake برافو برافو يا ستريم برافو lake برافو معلش عشان الشات بيجري ففي ناس ما بلحقش ان انا اعلق على تعليقاتهم هنا lake معناها بحيرة هي عبارة عن منطقة كبيرة من المياه وفيها land يا بس around it طب السؤال الثالث بيشتري الحاجات من الشوب ده بنسميه ايه بقى ياس يوليانا برافو هاجر البطل نجوة ممتازة ستريم ممتاز كاستومر ستريم ليحق ويجاوب لنا على رقم ثلاثة كاستومر اللي هو الزبون هو الشخص اللي بيشتري الأشياء من المحل تمام طيب هاجر ممتازة عمر الصافي سلمة جميل نرمين كاستومر عمر الصافي هاجر البطل على كل اللي جاوب الإجابة صحيحة اللي هي حركة المرور حركة المرور وحركة السيارات يعبر عن السيارات واللوري والمورور بايكس اللي بتستخدم الطريق رقم خمسة صور رقم خمسة is something أو شيء you can make when you aren't happy about something لما تكون مش مبسوط بتعمل ايه تمام بنعمل ممتازين يلا كومبلينت برافو نرمين ممتازة كومبلينت شكوى بنعمل كومبلينت بمعنى شكوى تمام السؤال اللي بعد كده you can see beautiful fish نشوف السمك الجميل فين نشوفه فين أيوة في الأكواريوم اللي هو معرض الأحياء المائية تبقى رقم نجوة ممتازين هجر البطل ستريم ممتاز نرمين العناني أكواريوم ممتازة نرمين طيب as this is something that people build بيبنو to remember an important person or event منومنت برافو نرمين جميل منومنت اللي هو الأثر number seven منومنت اللي هو الأثر تمام برافو ستريم برافو عمر غادة ممتازة غادة طيب اللي السؤال التامن as this is a person هو شخص who pays for a room in a house بيدفع حساب غرفة في منزل تمام حساب غرفة في منزل ده بنقول علي مين أيوة تمام لوجر بنقول عليه اللوجر اللي هو المؤجر لغرفة في مكان أو في بيت بنسميه لوجر ممتازة ستريم يوليانا تمام عمار الجعيدي تمام نرمين ممتازة يا نرمين طيب as this is a form of transport هو وسيلة نقل that carries people or cars across water تشيل الناس عبر الوورر المياه دي بنسميه ايوة فري اللي هي المعدية فري بمعنى معدية ممتازة محمود طا تمام ستريم ممتازة ستريم فري سلما سامي لوجر ممتازين هاجر البطل وستريم حبيبة عادل أو غادة فري ممتازة يا غادة good morning I'd like to space a complaint I make أبو عبد الله ممتاز يا أبو عبد الله yes make a complaint أعمل شكوى أو أقدم شكوى make a complaint smoke is a space it isn't a good for the environment smoke is a تمام يا عمر عمر الصافي تمام I make سلما سامي bravo غادة تمام عمر الصافي نرمين ممتازة stream bloating bravo عليك يا أستاذنا bloating مش عايزة يقولنا اسمه مش عارف فيه stream اسمك يا stream طيب بباللورنج بمعنى ملوث خلي بالك الدخان يكون ملوث طيب we always space our shopping on fridays يلا نفكر في السؤال ده دي تركاية كده للناس الشطرة رقم 12 هسيبها شوية كده عشان نجاوب عليها رقم 12 ياس ياس ما عليش شيء يا أحمد أنا آسف يا أبو حميد طب بتزق لي يا أبو حميد يبقى أحمد معانا stream هو أحمد طيب نحاول نغير الأكاونتس بسمعنا يا شباب لو نقدر يعني جميل يا أحمد ماشي أحمد والله قلتنا أحمد ماشي ماشي أبو حميد نرمين do برافو يا نرمين إجابة صحيحة للسؤال رقم 12 do our shopping do ليه يا جماعة ما قلناش go our shopping لأن لو ما فيش our هنا كنا قلنا go shopping على طول لكن the أو our أو أي حاجة قبل shopping بتخلينا ناخد do do the shopping أو go shopping على طول من غير أي حاجة قبلها تمام عشان دي ممكن تجيلنا وطلخ بطن ممتازة يا نرمين go متأكدة ليه بقى go go فين في السؤال رقم كام لا لا يوليانا ما تزعلينيش منك ما ينفعش ينفع go shopping لكن do our shopping تمام آآ برافو يا عبو عبدالله عبدالله ممتاز يا عبدالله تواخد الأكون بتاع باباك بايا عبدالله تمام برافو يا عبد آآ conclude اللي بعدها if something is this it means very bad or unpleasant غير مستحسن مش كويس يبقى bad وغير مستحسن يبقى برافو horrible نرمين برافو يا أحمد ممتاز آآ عمر الصافي ممتاز ونرمين ممتازة وعمر الصافي جميل نجوة نجوة عمر ممتاز هاجر البطل تمام عمر جعيدي ممتازين كلكو والله بسم الله ما شاء الله يبقى عندي هنا هناخد رقم 13 horrible horrible رقم 13 برافو شفت ناس مجاوبين عليها بدري خالص كان سلمة سامي مجاوب عليها بدري خالص اللي هي تمام جميل يا نرمين وجوه سلمة سالم سلمة سامي سوري مجاوب عليها بايه conclude conclude يعني يختتم أو يختصر أو يلخص conclude جميل ده سؤال برضو للطلبة المتفوقين نفكر فيه نرمين ممتازة يا نرمين نفكر في السؤال رقم 15 أنا ما بحبش العذوبة أو الحلاوة أو السكرية بتاعة الشوكولاتة أيوة برافو عليك يا عبد الله sweetness صح بس أنت كتبها بالمشالب أو حاجة زي كده نرمين برافو أحمد برافو تمام يوليانا conclude ممتازين كلكم يبقى عندنا هنا sweetness يعني السكار أو طعم المسكر بتاع الشوكولاتة بنسميها sweetness طب sweet ممكن تيجي بمعنى حلوة ممكن تيجي صفة بمعنى حلو المذاق كأننا عايز الحلاوة بتاعة الشوكولاتة ليش حلاوة عشان جايب ذايب لازم أنا جيب اسم ذاي الحلاوة بتاعة الشوكولاتة طب space are things like electricity where waters that help members in a community بنسميها إيه دي بقى كلها ها public surfaces برافو عليكم ليا الخدمات العامة public surfaces برافو يوليانا برافو يا غادة لأ سويتي لأ يا غادة بابلك surfaces نرمين excellent طيب I usually do this piece in the newspaper in my free hour في ساعة الفراغ بتاعتي بعمل ايه في الجرنون أيوة تمام أيوة تمام الكروس word الكروس ورد الكلمات المتقطعة do the crossword يعني يحل الكلمات المتقطعة do the crossword طيب pass ممتاز ممتاز يا أحمد ممتاز يا محمود طاها جميليا هاجر سلمة سامي تمام نرمين عبد الله ممتازين عمار الجعيدي تمام السؤال بعد كده when we arrived at the grandparent's house they came outside to علشان يلا يوليانا ممتازة يوليانا أيوة غادة وعمار الصافي يوليانا نجوة لا على الوحد مش هلمانها كله نجوة الوحدة الولى والتانية والتالتة greet نرمين برافو عليك إضابل إيه مش إيه to greet يحيي greet معناها يحيي there are many young people in our space so I have lots of friends who live near me في الكثير من الشباب في الإيه greet ضابل إيه بمعنى يحيي ممتازة يا نرمين فيه grammar طبعا إن شاء الله في البعد choose هيبقى في grammar يلا نفكر يا شباب ها أيوة تمام هنا في neighborhood أو الحي بتاعنا فيه شباب كتير عايشين آآ شباب في الحي بتاعنا فآآ معايك أصدقاء كثير نرمين bravo neighborhood اللي هي الحي اللي احنا عايشين فيه ياريت لو فيه كلمات جديدة يا شباب نحاول نطلعها ونحفظها سؤال 21 this smart screen has a 25 offers ولا account ولا discount ولا smart هاي أنا نفكر أيوة bravo يا عبد الله discount discount يعني تخفيض دايما يا جماعة لما تلاقي نسبة مقاوية كده يبقى بعدها discount تخفيض نسبة مقاوية يبقى discount تخفيض عمر الصافي ممتازين سلمة سامي روان خالد تمام ما نورها يا نور روان نرمين discount روضة الجندي أهلا وسهلا بك يا روضة يوليانا ممتازة عبد الله خصم فعلا تمام اه go إذا جاء فاصل وإذا لم يأتي صح تمام go لو ما جاش فاصل فيها يبقى go shopping على طول أما do that shopping بني يجي فاصل يبقى do that shopping أو do our shopping سلمة سامي برافو فلوز في اللي بعدها ممتازة يا نرمين نرمين دايما نسبقة بس مباشر أيو تمام يبقى هنا عندنا فلوز ينساب أو ينحدر في داخل المدينة رنز لما يقولك أن النهر نيل بينساب في المدينة أسوان رنز هنا معناها فلوز بتسوي كلمة فلوز ينساب منتازين منتاز يا أحمد ننتقل إلى السؤال بعد كده to get the antonym antonym يعني يا شباب كلمة antonym معناها إيه أيواء العكس عشان أجيب العكس من possible بنقول إيه ها يعني نفكر كده يا شباب impossible برافو أحمد دكتور أمنية جميل ونرمين ممتازين محمود الحريري تمام يبقى هنا في عندي impossible طيب كلمة عايز أخليها صفة بضف لها إيه use أيواء تمام سلمة سامي ممتازين ful تمام نرمين ممتازة m يا نجوة ممتازة يا نجوة تمام يبقى في عندي هنا آخر اختيار عندي اللي هو أو آخر سؤال بنقدر نعمل useful يعني مفيد أو نافع طبعا إحنا بنجرب يا جماعة لما نجي نحل السؤال ده بنجرب suffix أو prefix اللي مدهاني مع الكلمة ما سمعناش عن حاجة اسمها use usual لو أني في حاجة اسمها usual بس مختلفة قليلا عنها useless ما فيش useless useless ما فيش لكن في useful بمعنى مفيد أو نافع يبقى هو ده الصوفيكس المناسب ل use سؤالي بعد كده 25 ويادز prefix prefix يعني البادئة في بداية كلمة able عشان نحصل على العكس able عايزين نجيب العكس منها نقول ايه يلا معايا bravo يبقى unable بس مش موجودة unable unable يعني غير قادر هنا ايه بمعنى عاجز او معاق يبقى disabled او غير قادر على disabled تمام طب to give the adjective عشان نحصل على الصفة من health يلا نفكر في السؤال ده شباب health عايزين نحصل على الصفة منها عائشة محمد تازة عائشة تمام نرمين روضة روضة تمام احنا هنا في السؤال رقم 26 عشان نحصل على health الصفة من كلمة health بنضيف اي وقت تبقى healthy نضف لها واي بس healthy يعني صحي healthy يعني ايه صحي او بصحة جيدة طيب اي واي بنضيف ايه n e s s بمعنى cleverness معناها الزكاء cleverness اللي هي الزكاء the antonym قلنا الانتونيم اللي هو المضاد او العكس لكلمة l l معناها ايه اي واي مريض اللي معناها مريض العكس منها صحيح البدن يعني صحيح البدن برافو عليكم will اللي هي اول وحدة will w e l l بمعنى بصحة جيدة طب لو عايز اجيب العكس من will يا جماعة اللي هي بصحة جيدة هقول un will هضف لها بس you in تبقى un will يعني عيان او تعبان بتساوي كلمة l طيب احنا عايزين العكس خلي بالك طيب i have repaired حضوط الخط تحت repaired the chair يقول لي the underlined word means الكلمة اللي تحتها خط اللي هي repaired معناها ايوة repaired معناها fixed repaired معناها ايه fixed اصلحة synonym يعني synonym يا شباب المرادف المرادف لكلمة elderly is مرادف elderly الناس بطلت تشارك ليه معنا elderly مرادفها ايه يلا نفكر كده ايوة elderly يعني كبير في السن يبقى مرادفها old old عجوز تمام طيب آية is always pleased by آية دايما بتبقى مسرورة pleased يعني مسرورة بواسط بالايه the space of her friendless مسرورة من ذا يبقى عايز ايه عايز اسم مش صفة بنالكو ذا اداة التعريف ذا دايما يأتي بعدها اسم هي مبسوطة من الايه يلا نفكر يا شباب ايوة الطيبة وعايز كلمة ايه طيبة تمام عايز كلمة طيبة يبقى كاين تمام برافو عليكو آآ في عندي هنا سلم سامي وهجر البطل نرمين روان خالد ممتزين واحمد و كل الاجابات صحيحة برافو عليكو تمام دكتور امنية روايدة و عبدالله جميل طيب يبقى عندي هنا السؤال ال 31 هنحط اللي هي الطيبة او العطف لانه في ذا مش كويس انك توعد على هذا الكرسي تمام برافو روان خالد تمام يا محمود هاجر البطل امر الصافي ممتزين يعني غير مريح بمعنى غير مريح طيب ننقل على الصفحة التالية فيها اخر اسئلة عندنا المراضف لكلمة اخر اسئلة في الاختياري ان شاء الله في اسئلة للجرامر المراضف لكلمة هو يلا نفكر شباب يوجول يعني عادي المراضف لها نورمال برافو كل اللي جاوب نورمال اجابة صحيحة برافو يا سلمة سامي نرمين العناني روايدة الجندي دكتور امنية ممتازة روان خالد ممتازة غادة اولد ممتازة عبدالله نجوة ممتازة وراودة الجندي ممتازة نرمين وعمر الصفي انا خايف ان في اسم يجري مني وما لحقوش يبقى الاجابة العكس بقى من كلمة free يبقىكم عايز الانتونم يعني العكس من كلمة free free يعني مجاني عايز العكس منها يبقى ايه ايوه free مجاني يبقى paid يعني مدفوع paid هو عايز الانتونم العكس خلي بالكم المجاني عكسها paid مدفوع تمام يبقى الاجابة سلمة سامي اجابة صحيحة احمد اجابته صحيحة عبدالله تمام يا عبد جميل جميل يا شباب طيب ننتقل للسؤال المرادف بتاع عايز السننم يعني المرادف أيوة مرادفها فرندلي سالمسامي دكتور أمنية جميل جدا وقت بيسفل هادئ العايز معناها بقى طالما أيوة بيسفل معناها إيه كالم أند كويت بيسفل بتدي نفس المعنى بتاع كالم أند كويت السؤال اللي بعد كده هو سؤال تصويب ما بين القوسين ده سؤال له علاقة بالجرامر شوية يلا نحلو مع بعض وإن شاء الله هنراجع على الجرامر بتاع الثلاث وحدات مع بعض عايز يقول في أيام الجمع شكرا لك يا شباب أنا مبسوط جدا بكمية التفاعل إن على البف وروضة الجندي ممتازة يا روضة عبدالله ممتاز نجوة ممتازة دكتور أمنية روان خالد أحمد ممتازين جدا نرمين ممتاز عمر علي محمد كامل جميل جدا محمد الحريري محمود طاها نرمين الجندي جميل جدا يا شباب بعندي أول جملة عندي أو أول تصويب عندي هيكون هنا نرمين ممتازة عشان أيام الأسبوع كلها بتاخد أول تاني واحدة عندنا بيقول لي The museum is a good place to go space the weekend رافو أحمد رافو سلمة وأحمد جميل نجوة هاجر محمود طاها عمر الصافي روان خالد سلمة سامي دكتور أمنية روضة الجندي هاجر علي محمد كامل نور القناة يا علي سلمة سامي تمام يبقى احنا هنا تاني واحدة هتبقى ايه at the weekend أي دايما كلمة weekend بتاخد معها حرف الجر at برافو يا عبد الله برافو يا علي هاجر البطل نرمين سلمة سامي نرمين الجندي أحمد السؤال اللي بعد كده I usually go to the upstairs center أو to the sports center نقطة Friday برضو هنقول ايه on ناخدها زي ما هي كده نحطها هنا on Friday he was born this March 15th 2006 سؤال رقم 4 on لا مش آه on مظبوط صح مظبوطي هاجر مظبوطي عبد الله تمام on هاجر البطل وأحمد ومحمود وروان خالد ممتازين يا شباب منورنا وانت وأهل الأردن كلهم والله أنا بحب الأردن بحب شعب الأردن جدا نشامة الأردن محمد الحريري منورنا يا محمد والله بيقولك هنا طبعا هنا محدد اليوم يا جماعة بيقول لي 15 March 15th March هو محدد اليوم بس حطه بعد الشهر يبه هيخدله برضو on من ننساش جماعة عشان اليوم طب لو شال اليوم خالص وخلى الشهر يبه هياخد in لو خلى الشهر بس هياخد in the shopping center is a space to the station طبعا أيوة next to next to يعني بجوار next to يبه هنا next to our train وجايب لي to arrive at 7 a.m. tomorrow طبعا دي جدوى المواعيد بيقولك الأطر بتاعنا عايزوا يصل في الساعة السابعة غدا طبعا في جداول المواعيد بستخدم معها أيوة روان خالد ممتازة دكتور أمية روضة مش عايز أنسى حد سلمة نيرمين وأحمد وعبد الله تمام هنا بستخدم المضارع البسيط يبقى arrive the train our train arrives عشان مفرد بتاخد arrives مضارع بسيط هنا ليه يا جماعة حطيت مضارع بسيط علشان دي جداول مواعيد والمضارع البسيط بتكون إزاي إما مصدر arrive أو مصدر زايد arrives the train to board side برضو القطار إلى board side مواعيد القطارات يبقى على طول استخدم لها مضارع بسيط إما مصدر أو مصدر زايد إما مصدر أو مصدر زايد إيه إس يبقى هقول هنا آآ آآ في نومبر آآ سيفن leaves ليه حطنا لها إس يا جماعة علشان the train مفرد القطار إلى برسعيد the first metro train برضو هتبقى leaves تمام يبقى السؤال رقم آآ تمانية هيكون نفس الإجابة leaves سيغادر في المضارع البسيط لأن ده جداول مواعيد كلها دايما في جداول مواعيد القطارات والطيارات وحتى جداول مواعيد الحصص ومواعيد فتح وغلق المحلات والأماكن العامة بتاخد مضارع بسيط اللي هو إما مصدر أو مصدر زايد إس يليانا حجر البطل جوان خالد جميل جميل أشكركم جدا طيب وجايب لي قال له إنه سيغادر في الساعة سبعة طالما جاهم في المضارع بسيط يبقى الفعل المساعد عندي هيكون هنا برافو داز مش دو ليه يا جماعة داز علشان عندي هنا آآ زا ترين مفرد والطايم داز زا ترين آآ ليف وي وجايب لي يوجوال واتش تيفي طبعا وي أيوة يوجوالي يوجوالي تمام يوجوالي عادة يوجوالي عادة مكان يوجوال ياميليا نرمين محمد الحريري منعورنا يا محمد المنشد كمال أنور برافو القارئ والمنشد كمال آآ أنور آآ روضا ممتازة يوجوالي روان ممتازة سلمة ممتازين ستارتس اللي بعدها مواعيد بداية الأفلام دي جدوى المواعيد يبقى مضارع بسيط وإت بتاخد ايه في المضارع أيوة بتاخد اس المضارع يبقى ستارتس تمام القطار إلى الأقصر سيغادر في الثانية في الحداشر وربع كده حداشر وربع مساء تمام سيغادر أيوة يبقى ايه أحط لها مضارع بسيط برضو يبقى ليفز يبقى ايه هنا ليفز جدوى المواعيد الشباب ما ننساش طب ويجايب لي جد تو باي كلوز إن شوب ذان طبعا ما حاطت ذان هنا بقى في صغة مقارنة يقولك من الأفضل إنك تشتري ملابس من المحلات أفضل من الانترنت طب يبقى هنقول ايه بقى الكمبراتف بتاع جد أيوة بيرر الكمبراتف أو المقارنة من جد هي بيرر أفضل بيرر أفضل ماشي يا روضة وعليكم السلام يا عبد المولى علي نورنا يا عبد المولى بيرر أفضل برافو نرمين برافو نجوة سلما سامي محمد الحريري never good برضو جايب لي ذان هنا يا شباب بقى يبقى الكمبراتف على طول الكمبراتف منها ايه أو المقارنة هنحط لها اي ار لا طبعا هنشيل الواي ونحط اي اي ار تبقى اي زيار شيل الواي نحط اي اي ار اخر سؤال يالو جايب ان الاصفر هو اشهر لون للغليات بتاعتنا هذا العام طيب يبقى بيقول ان الاصفر على كل الالوان هو اشهر لون طبعا دي صيغة ودي صفة طويلة popular عايز اقول الاكثر شهرة يبقى ذا موست هنحط هنا اي يا جماعة هكان كلمة موست هنقول ذا موست ناخدها قدام كده عشان في الواسعة يبقى ذا موست هنا بجيب صيغة المقارنة من الصفات الطويلة باضافة مور او لس اما صيغة التفضيل العليا زي اللي قدامنا كده بجيب ذا موست الاكثر او ذا ليست طب ليه ما جيبتش ذا ليست عشان جايب لي موست بنحط ذا موست تمام السؤال 18 رأيته من قبل خلي بالك دا كده على بعضه لهو زمن المضارع التام ومعا على طول بستخدم له صيغة يعني صيغة تفضيل عليا يبقى هنقول يبقى this is ايوة the worst برافو عليك this is the worst الاسوأ يبقى هذا اسوأ فيلم او الاسوأ اللي انا شفته من قبل تمام يبقى الستركشور اللي هو i have ever seen i have او has زائد التصريف التالت تمام ومعهم ever في النص على طول بستخدم له صيغة سوبرلاتي احمد is جاب لي more good زان علي ده في مقارنة هنا هي good المقارنة منها more good لا طبعا المال ايه تمام نرمين تمام يا كريم كريم حمادة غادة ممتازة احمد جميل احنا طهنة يا احمد عبدالله ممتاز احمد جميل رقم سعتاشر احمد is better برافو عليكم كل اللي جاوا better اجابة صحيحة الافضل تمام ليه جبت better هنا علشان زان عالي هنا فيه صيغة سوبرلاتيب بيقارن بين السوبرماركت وكل المدينة طالما بيقارن بواحد بمجموعة يبقى فيه صيغة سوبرلاتيب بنجيبها زي بنشيل الواي بنحط اي اي اس تي لان دي سيفة صغيرة يبقى هي الاجابة الصحيحة بنشيل الواي زي من شوية وحطنا هنا عشان صيغة سوبرلاتيب او تفضيل عليا بنشيل الواي بنحط اي اس تي this is the وجايب لأجزام I have ever done جات لنا تاني I have ever زي تصرف whatever والتصرف ثلاث من الفعل have والتصرف ثلاث من الفعل يعني معناها قديته من قبل عايزه يقول هذا اسهل امتحان قديته من قبل يبقى حط اي 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 حط صيغة سوبرلاتيب يبقى اي يخليها اي this is the easiest ماشي easiest شباب اشيل الواي وحط اي اي اس تي زي بيزي بيزيست جميل روان خالد احمد سلمة سامي ممتازين عبدالله روان خالد علي ممتاز هاجر البطل جميل كريم حمادة جميل عمار جعيدي تمام شيخنا الجليل القرأ والمنشد جميل تمام روايدة وغادة تمام احمد مش عارف من المشكلة من النت انا عندنا شغال نرمين جميل وعلي ممتازين طب السؤال اللي بعد كده تامر is the جايب لي the جميل tallest الاطول احمد is the tallest علشان بيقول لي in the class اطول واحد في الفصل هنا بيقارن بين واحد ومجموعة يبقى بجيب صيغة سوبرلاتف بحط est للصفة الصغيرة which of the two books اي من الكتابين خلي بالك في كتابين اتنين يبقى صيغة ايه comparative صح يبقى ايه better برافو يا سلمة سامي يبقى هنا هنقول عندنا better الافضل better بمعنى الافضل ليه مقارن علشان بيقول لي اي من الكتابين يكون الافضل جميل لا ممكن حضرتك يا عمر اه تعدل الجودة بتاعة الفيديو نفسها من عندك تمام اه غادة لا ان شاء الله هتتعدل بازن الله في ضغط على الشبكة هتلاقي ولا حاجة وان شاء الله هتنزبط وبعدين كده كده الفيديو هيتحمل عندنا على القناة فنقدر نشوفه في اي وقت زي ما احنا حبينا يا شباب عبدالله فين يا عبدالله دي لا هنا في رقم 23 عبدالله معرفش محمود طاهم جاوب صح روضة جميل وغادة ممتازة والقارئ والمنشد بتاعنا المنشد كمال انور بيرر مزبوط احمد مزبوط جميل الله يفتع عليكم طيب هنا في عندي سبيس وجايب لي جايب لي في النص يبقى بوث بوث تمام دايما بستخدم بوث في بداية الجملة لما يكون فيه اند احملها كابتل معلش بوث ماي سوستر اند اي يبقى اند يبقى على طول بوث معه يعني كل من اختي وانا لايك بلايك تينيس عولها از 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 الزيت او البترول هو اغلى من الوورر اغلى من عشان دي صفة طويلة بنقول ايه مور اكسبنسف مور اكسبنسف ماشي مور اكسبنسف يعني اغلى من انا اخدها نزقها قدام شوية عشان اللي حتة دي تمام مور اكسبنسف جايب لي ايذر او ايذر النقطين صح بالامريكان ايذر هبا نور رانا اه نور ايه اللي بيجي مع نور ايواش سامي عناش شاطرة بتقول نايدر رافو او نيذر تمام يبقى نيذر يعني ولا هبا ولا رانا كانوا في الفصل لما المعلم دخل او وصل هنا هنستخدم نيذر علشان في نور خلي بالك من حتة دي نيذر علي نور هز فرنس خلي بالك نيذر علي نور هز فرنس وجاب لي بي ات سكول ناو طيب ولا علي ولا اصدقاء يكونوا في الفصل الان خلي بالك في ناو يبقى انا هتكلم في البرزن مش في الباست يبقى ولا علي ولا اصدقاء واصدقاء دي مفرد ولا جمع او جمع يبقى على طول ابص للبعد نور وشوفه لو هو مفرد احط له لو هو جمع احط له اه عشان وليه يكونوا مش كانوا في الماضي عشان في ناو this shop is either interesting nor cheap either ونور ايوها جميل يبقى تمام انا اخذ لها اه neither علشان في نور يعني ولا هو ممتع ولا هو رخيص طيب neither امنية nor نور ever space online neither امنية نور اه نور نور افر من قبل ولا امنية ولا تبقى ايه ولا امنية ولا نور online تسوقوا online تبقى ايه هنحط ايه هنا يا جماعة تمام shops خلاص مدارع بسيط هنا حطينا اس المدارع عليه علشان نور مفرد علشان نور ايه مفرد both of the children اه كلا من الطفلين او الاطفال both of the children like لا بيجي likes هنا جاية likes هنخليها like هنشيل منها الاس عشان لليه children جمع بتاخد like نشيل منها الاس يا شباب يبقى like neither the smart tv جايب لي and the large tv suited the customer يعني ولا التلفزيون الزكي ولا التلفزيون الكبير عجبوا صاحبنا الزبون طيب يبقى هنا في عندي neither يبقى مش and اللي هجيب هجيب ايه ممتازين سامع ناس كتيرة وشايف ناس كتيرة معايا معلقة بنور معلش الأسماء مش عارف فبص على الأسماء تمام نور برافو نرمين ونجوة وكريم وغادة وام سيف جميل الله يفتع عليكم عبد الله وعلي تمام انا بصمم البرجز الكباري خلي بالك في العام الماضي ايه اللي حصل للعام الماضي ايوها نقول في الماضي بقى يبقى فلما في يبقى ايه هجيب ماضي بسيط ليه علشان في الماضي من بلد بلد يبقى نفكر شباب ممتازة يا روضة تمام شيخنا شيخنا كمال براف عليك او ممسيف جميل روان تو ممتازة يا روان يبقى هنا في عندي جوين يبيجي معاها تو زائد المصدر يبقى تو دو تو دو يبقى what are you going to do this chair is وقاب لي comfort i like to sit يبقى عايزين نحولها الصفة يبقى comfortable أو مريح comfortable يعني مريح هذا الكرسي لازم نحولها الصفة عشان نوصفه comfortable مريح السؤال اللي بعد كده بيقول لي صلاح وجايب لي go to visit next week it's his plan طالما جايب كلمة plan يبقى على طول بتكلم في ايه bravo في المستقبل باستخدام going to زائد المصدر يبقى صلاح يلا نقولها كده is going to is going to is going to خلي بالك two محطوطة النحة التانية يبقى is going بس خلاص ليه ما قلتش to عشان two محطوطة بعض القصين is going to visit بصلاح is going to visit ايجيب next week خلي بالك عشان دي خطته في عندي ثلاث كلمات كده لو شفتوهم في الجملة اعرف ان انا بتكلم في going to زائد المصدر plan و decide والاسم منها decision و intend والاسم منها intention i was so انا كنت ايه i was so ايوة انا كنت شعوري ان انا ايوة برافو عليكم بال اي دي تبقى ايه surprised انا كنت مندهش surprised انا كنت مندهش انا كنت مندهش جدا يبقى دايما الحساس بتاع الشخص بنحط له اي دي تمام برافو دكتور امنية نرمين ونجوة وام سيف معمار جميل سلمة سامي و الشيخ تمال و نرمين و كريم حمادة جميل وهاجر ومحمود طه جميل يا شباب the book is really الكتاب بيكون ايه بور عزق الممل عيوان حط له ing تمام يبقى دايما المسبب للملل بيحط له ing طب لو انا بقى شعوري ايه انا بكون بورد بال ed بشعور الشخص بال ed اما المسبب لهذا الشعور او للإحساس بحط له ing five million new jobs is an five million new jobs خمسة مليون وظيفة is an عايز يقول ايه انجاز مدهش مدهش طبعا مش مندهش الانجاز عمره ما يكون مندهش المدهش يبقى ايه يبقى هو المسبب في انه يكون مندهش يبقى هحط لها ing يبقى amazing خلاص amazing ناخد بالنا منها يا جماعة ing المسبب the book was really الكتاب كان ايه اه لسه واخدين واحدة شبهها boring الكتاب كان boring وتقريبا نفس الجملة the book تبقى boring معلش عزرا في جملة اتقررت هنا we were نحن كنا يبقى احساسنا ايه بقى بالأيدي احساسنا احنا ان احنا كنا amazed بالأيدي دايما احساسنا بالأيدي يبقى amazed طب السؤال اللي بقى عندي كده محمد صلاح ازقان او محمد صلاح هنقول ان هو مندهش ولا مدهش عايز اقولك لعيب كورة لعيب كورة مدهش يبقى هو اللي بيسبب الاندهاش ماليش دعوة بقى ازا كان اه انسان ولا جماد اصلا فيه ناس بتربط ال ايدي بالانسان والآي النجي بالجماد اقولك لأ انت هنا جملة زي بتاعت محمد صلاح هاو استخدمنا الآي النجي مع الانسان ليه عشان نقول انه انسان مدهش ممكن اقول انسان برضو ممل boring تمام يبقى هنا في عندي amazing مدهش محمد صلاح amazing ايمن وجايب لي meet his friend next week it's arranged الله 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 جايب لي arranged يا شباب يبقى هاستخدم ايه اه فكروا معايا كده هنستخدم ايه bravo روضة bravo نرمين سلمة جميل الشيخ كمال سلمة هاجر دكتور امنية bravo bravo دكتور امنية is meeting ونجوة is meeting bravo سلمة نرمين ام سيف جميل وعلي منتزين محمود طاها روان نرمين الله يفتح عليكم كل الاجابات صحيحة يبقى is meeting يبقى انا استخدمت هنا المضارع المستمر المضارع لما لأي كلمة arranged على طول استخدم المضارع المستمر يبقى هقول ايه is عشان اكون المضارع المستمر ايمن بياخد is والفعل حط له ing يبقى meet لما لأي كلمة ايه يا شباب لما لأي كلمة meet لما لأي كلمة meet سوري لما لأي كلمة arranged في كلمة انا اسمها prepare برضو او prepared تمام برضو لو لأيتها بستخدم المضارع المستمر ممكن ما يحط ليش ولا حاجة من دول بس يجيب لي جملة تدل على ان في arrangements في ترتيبات تمام اه مثلا نقول انه هو حاجة تزاكر السفر يبقى المستقبل بيحطي لي جملة كده تعبر لي عن ترتيبات المستقبل لا ايفر ممكن تستخدم في المضارع البسيط برضو ايفر بتيجي في المضارع البسيط تمام يا يا مين انا مش عارف مين دي سلمة سامي الله يبرك لك يا هاجر احنا كده يعتبر شبه خلصنا فضلنا بس جزئية البراجرافات البراجرافات بتاعة الوحدة الاولى والتانية والتالتة انا جاي بهم لكم ورا بعض كده ياريت تاخدوهم سكرين شوت ده البراجراف الاولاني تمام وعن يور سيري البراجرافات المتوقعة ليه ده نص المنهجة شبهة الوحدة الاولى والتانية والتالتة يور سيري في عندي براجراف عن types of transport لو انتو بتقرؤ الكلمات ولقيتو فيه كلمات مش واضحة ياريت تكتبولي في التعليقات وانا ان شاء الله هحاول هترجمها لكم او اوضحها لكم بإذن الله اللايف الجاي ان شاء الله يا دكتور امنية يعني في الغالب هيكل اسبوع القادم بإذن الله يعني يعني يا يوم الاثنين او يوم الثلاث بعد اسبوع بإذن الله انا من محافظة جنوب سيناء من مدينة رسدر اه لا مفيش اختلاف اه ممكن استخدم افر في المضارع وممكن استخدمها في المضارع التام برضو تمام طيب هنا في عندي اه تاني والبارغراف التالت ياريت تاخدوهم سكرين شوت زي ما انا قلت لو حابين تحتفظوا بهم عندكم ويا ريت لو فيه اي كلمات تدوروا عليها وتتعاموا عليها يا شباب الكلمات لما تتعاموا عليها بتثبت في ذهنك لكن لو خدتها بسهولة كده مش هتثبت في ذهنك ده برضو بارغراف من البراغراف المقترحة ليكم اشكرك جدا يا نرمين على مشاركتك الرائعة المنشدة دارين متحت منورانا هستوريك بتستخدم ليه الاماكن تاريخية المهمة تمام هستوريك يا دكتور امنية بقولها للاماكن التاريخية الهمة او لو عايز اقول لحظة تاريخية الشرط تكون ان هي تاريخية يعني قديمة لا مهمة يبقى هستوريك اقصد بها ان هي مهمة هستوريك يعني ايه مهمة وبارزة في التاريخ لكن هستوريك لازم يكون لها علاقة بالتاريخ يعني قصة تاريخية هقول هستوريك فيلم تاريخي هقول هستوريك فيلم تمام لكن ما اقولش هستوريك فيلم لا اقول هستوريك فيلم طيب امتى اقول هستوريك فيلم لما يكون الفيلم بارز ومهم جدا في التاريخ وعلامة بارزة زي لما اقولك مثلا هذه اللحظة هي لحظة تاريخية ماشي لحظة تاريخية هو لسه بتكلم دلوقتي هي historic moment يعني لحظة تاريخية اشكرك جدا جدا يا شيخنا كمال انا اللي بحبك جدا وربنا يبارك فيك وان شاء الله نشوفكو دايما من المتفوقين باذن الله من القاهرة احلا بكل اهل القاهرة انا سعيد جدا بتواجدك وسعيد جدا بالتفاعل الرائع اللي على الفيديو هاجر وعبدالله وكريم حمادة ونجوة انا مش عايز انسحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر